انابا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه انابا سمو الشيخ خالد بن عيسى الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة لحضور حفل استقبال العرس الجماعي الذي اقيم في قصر المشرف بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي وقد نظم الحفل برعاية اسمو الشيخ خليفة بن زايد انهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله بمناسبة زفاف الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد انهيان على كريمة سمو الشيخ طحنون بن محمد انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية بمشاركة 108 عرسان من ابناء الامارات وبحضور سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وقد نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تهاني وتبركات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الى الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد انهيان وتمنيات جلالته له بحياة اسرية سعيدة وثمن سموه رعاية صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لهذا الزفاف الميمون ما يعكس اللفتة الابوية الكريمة من سموه لابناء شعب الامارات كما اعرب سموه عن خالص تهانيه الى الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد انهيان بهذه المناسبة مؤكدا سموه عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه اعرب الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد انهيان عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تهنئة جلالته له بهذه المناسبة المباركة مؤكدا ما يربط البلدين والشعبين من اواصر اخوة ومحبة وتواصل مستمر في جميع المناسبات